الزواج وآداب الطلاق وآداب تكوين الأسرة بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا أول بنرحب بكم جميعا وإن شاء الله ربنا يجري الخير على أيدي الجميع ويجعلكم إن شاء الله مفتيح للخير الكل متفق على أن احنا بننظر إلى المصلحة للأسرة اللي هي نواة المجتمع احنا تحدثنا سابقا على أن الإسلام اهتم وعتنى عناية بالغة بالأسرة وجعل لها من القوانين والأسس والتعليمات والتوجيهات التي تؤسس المجتمع الصالح النافع لأن الأسرة هي قلب المجتمع القلب لو صلح القلب بتنصالح البدن ولو فسد القلب يفسد البدن الأسرة هي كذلك قلب المجتمع انصالحت الأسرة بين صالح المجتمع فكان من أن احنا تحدثنا عن بداية الاختيار حسن الاختيار وحسن الاختيار له معايير النفس على صلى الله حددها وربنا ذكر فالصالحات وقانتات ومحافظات للغيب بمحافظ الله تعليمات والنفس على صلى الله تنكح المرأة لأربع ثم كذلك للفتاة اللي بتفكر في تكوين أسرة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض هو ده لما بنخالف بنقع في الفتنة بنقع في المشاكل طيب حتى كذلك إذا تم العقب وكانت هناك حياة بيحطها بسياد سكن مودة رحمة بعين تعبير القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم المرأة دي السكن ده راحة للإنسان نعم وطمأنينة للإنسان وسعادة للإنسان الزوجة هي راحت وطمأنينة وسعادة الزوج والزوج كذلك بالنسبة للزوجة طيب إذا ما تغلبت النفس الأمارة بالسوء أو شيطين الإنس والجان يوم رب العالمين يضع لنا رشدة علاجية لثلاث حالات المشاكل دي إما نها تكون سببها الزوجة وضع لنا رشدة علاجية والتي تخافون نشوزهن تخافون لسه النشوز لم يقع يعني لسه التمرد والعصيان والتكبر والغرور ولم يقع إنما بوادره ما قالش ولائي نشزن والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن كل حاجة دي لها أليات الوعز ده مرارا وتكرارا بالكلمة الطيبة فقول له قولا لينة لعله يتذكر ويخش ده المين ده للطغية الجبار فما بلنا بقى بالزوجة اللي هي حبيبة القلب وقرة العين وشريكة الحياة الكلمة الرقيقة العذبة اللي هي بتجذب القلوب والنصح مرارا وتكرارا والهجر هجر كلام أو هجر فراش أو هجر جماع أي أن كان الزوج هو اللي يعرف إيه هو العلاج اللي هنا والضرب له ألياته لا يؤتى إليه إلا في عند الضرورة إذا ما كان هناك دمار للأسرة بناخد أخف الضررين الضرب أو دمار الأسرة وخراب الأسرة بنهيار الأسرة والضرب له ألياته ولا يلقى إليه إلا عند الضرورة والبدية إلى غير ذلك طب إذا كان الخلاف من جهة الزوج الإسلام برضو وضع لنا الرشدة العلاجية وأن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يبقى أن يجي تعالى الزوج عايزين نصلح حاله هل هو بخيل؟ يبقى أن عالج الأمر عنده بخيل ماليا بخيل عاطفيا هل هو قاسي غليظ في المعاملة بيقصف المعاملة بالأسلوب أو بالفعل يبقى أن نعالج هذا الموضوع هل هو مبزر؟ هل هو مسرف؟ هل هو أمور كثيرة؟ يبقى نبدأ العلاج معه وأن امرأة خافت من بعليها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير طب أحيانا ممكن يكون المشكلة منهم الاثنين الإسلام وضع برضو لنا العلاج وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم لو الزوج جلس في الجلسة والزوجة جلست وكل واحد منهم نوى الإصلاح يريد الضمير عائد على مين؟ على الزوجين الزوج والزوجة ولا على الحكمين يجوز أن يعود على الجميع إن يريد الزوج الإصلاح والزوجة الإصلاح ربنا ينزل التوفيق طيب وإن يريد الحكم هذا والحكم ذاك أو الناس أهل الخير عايزين الإصلاح مش عايزين الانتصار للنفس ولا عايزين أنهم يغلبوا فئة على فئة أو طرف على طرف ربنا يوفق فيما بينهم طب إن استحالت الأمور دي كلها واستحالت العشرة بيكون فيه طلاق والطلاق كذلك لما شوف رب العالمين يقول إيه فإمساكن بمعروف أو تسريحهم بإحسان أو تسريحهم بإحسان يا سلام الحياة الزوجية المعروف وقال عند التسريح الإحسان والإحسان وفوق المعروف الإحسان فوق المعروف يعني فعل الواجب وزيادة